الى وزارة الاوقاف حيث قال الشيخ محمد عبد الرازق عمر رئيس القطاع الديني في وزارة الاوقاف ان الوزارة تعتزم افتتاح الفي كتاب عصري لتحفيظ القرآن الكريم في المساجد الجامعة لتغطية جميع المحافظات واضاف رئيس القطاع الديني في وزارة الاوقاف ان الكتتيبة العصرية ستكون في المساجد وبعيدا عن الغرف المغلقة لانتاج حفظة وسطيين بعيدين عن التشدد مشيرا الى ان الوزارة سوف تتخير الفي محفظ من بين ستين الف امام وسطية تم اختبارهم غدا الثلاثاء بحيادية وتكافؤ للفرساء